ما لف حقوق الإنسان سيؤثر وبشكل واضح على بوصلة السياسة الخارجية للولايات المتحدة وسيكون أولوية كبيرة في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن وهو ما تعول عليه منظمات حقوق الإنسان ربما يومان رايت فوتش وضعت رسالة من 12 نقطة للرئيس الأمريكي المنتخب على رأسها دعم الحكومات التي تحترم حقوق الإنسان ومعاقبة تلك التي لا تفعل بالحديث عن الشرق الأوسط من هي الدول التي قد تتجه الأنظار إليها ثم الأهم كيف ستتعامل أو سيتعامل بايدن مع هذه الدول نقاش بعد هذا التقرير تعاول منظمة هيومان رايت فوتش على الولايات المتحدة في لعب دور مؤثر يدعم حقوق الإنسان عالميا نظرا لامتلاكها الموارد اللازمة لفعل ذلك ودعت الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن يستهل خطابه الرئاسي بأولوية حقوق الإنسان وأن تتخذ إدارته خطوات فورية بهذا الشأن ووضعت المنظمة 12 أولوية على الإدارة الأمريكية المقبلة مراعاتها لوضع سياسة خارجية ترتكز على الحقوق وأبرزها معالجة حقوق الإنسان في الداخل لتعزيزها في الخارج ودعم الحكومات التي تحترم حقوق الإنسان ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية طالبي اللجوء والنازحين ودعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر ترى المنظمة أن اتباع الإدارة الأمريكية الجديدة لهذه الخطوات من شأنه أن يضعها على الطريق الصحيح لتكوين سياسة خارجية موثوقة في مجال حقوق الإنسان ويرى تقرير نصدره معهد كوينسي الأمريكي أن الولايات المتحدة لا بد أن تشترط على شركائها الأمنيين التعامل مع المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان وخصوصا في الشرق الأوسط حيث تأمل المنظمات الإنسانية والناشطين في هذا المجال أن تستخدم الولايات المتحدة نفوذها في كبح جماح الحكومات ذات السياسات القمعية الآن إلى السيد عز الدين فشير الدبلوماسي السابق والأستاذ في كلية دارتموث ومن نيويورك نصير العمري الأستاذ الجامعي أيضا أهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك سيد عز الدين السياسة الخارجية للولايات المتحدة على الأغلب للرئيس الأمريكي المقبل جو بايدن السياسة الخارجية للرئيس المنتخب بايدن غالبا ستكون سياسة خارجية أكثر تقليدية سنعود للمعايير التقليدية للسياسة الخارجية الأمريكية التي كانت موجودة أيام أوباما ورؤساء السابق ولكن مع بعض التعديلات هذه التعديلات لأنه من ناحية الواقع على الأرض في الشرق الأوسط تتغير في كل الملفات الرئيسية ومن ناحية تانية أمريكا نفسها بتتغير واستعدادها وقدرتها على الانغماس في الشرق الأوسط وعلى تحمل تبعات لعب دور قيادي بتتغير التغير بدأ من أيام أوباما واستمر أيام ترامب وهذا التغير حيضح حدود على مدى انغماس الولايات المتحدة فهي ممكن تهتم بقضاء حول الإنسان ولكن هناك حدود على هذا الاهتمام وهكذا يعني أنت تعرف أن الرئيس المنتخب جو بايدن قد يكون بين جناحين داخل حزب الديمقراطي هو في الوسط ما بين اليمين واليسار دعنا نتكلم عن اليسار قليلا لأنه صوته عالي سمعنا اليوم إلهان عمر وهي تتحدث عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يجلس مع شخصيات ديكتاتورية تقود العالم العربي تحدثت عن رؤساء بعينهم ذكرت إسرائيل على سبيل المثال وحتى قالت أنه اتفاقيات السلام الأخيرة هي أتت مقابل صفقات السلاح كيف يمكن أن يؤثر هذا الجناحين أن يؤثرها على جو بايدن وسياسة الخارجية في الشرق الأوسط حقوق الإنسان أيضا؟ يعني يجب أن نتذكر أنه قضايا حول الإنسان ليست هي القضايا الوحيدة التي تهم الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وعمرها مكانت القضية الرئيسية هناك مصالح أخرى وارتباطات أخرى للولايات المتحدة فقضية حول الإنسان واحدة من ملفات أخرى أحيانا قضية حول الإنسان بتبقى هي في الصدارة ولكن في معظم الوقت إذا تعرضت مع الملفات الأخرى الملفات الأخرى والمصالح الأخرى هي اللي بتجبها وهنا أنت تتحدث أو تلمح إلى مسألة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية والمالية وحتى الاستراتيجية الأمنية والاستراتيجية والأمنية يعني زي ما حضرك بتقول فيه يمين ويسار في الحزب الديمقراطي والسعب الولايات المتحدة كلها فيها مجموعات مهتمة بقضايا عنها يعني أي حاجة تخص النفط ليها مجموعات بتدفع عنها أي حاجة بتخص الاقتصاد والتجارة والاستثمارات العربية في الولايات المتحدة أو إلى آخره ليها مجموعات بتدفع عنها فهي المسألة أنه في مجموعات كتير الرئيس الأمريكي بيوازن بينها حسب كل مجموعة ونفوذها المجموعة المهتمة بحول الإنسان هي عمليا من ناحية مصادر القوة من أقل هذه المجموعات ولكن صوتها عالي في الإعلام وصوتها عالي لأنها بتعبر عن قيم وبالتالي رد بايدن زي ما كان رد أوباما عادة بيكون على المستوى الرمزي أكثر ما بيكون على المستوى الفعلي خاصة لو في تعارض بين مصلحة فعلية وبين هذه المصالح القيمية طيب السؤال لماذا يلام عليها الرئيس دونالد ترامب سيد عز الدين باختصار لا الرئيس دونالد ترامب عبر إلى النحي الأخرى تماما يعني فيه فرق من أنك تكون رئيس أمريكي تقول أنا مع حقوق الإنسان أرفض التعذيب أرفض كذا وكذا ولكن في النهاية قدرتك محدودة على تغيير هذه الأمور وتأخذ بس تأخذ مواقف فيه بقى رئيس أمريكي اللي هو ترامب اللي هو مش مهتم أصلا حول الإنسان فجمال خشورشقي بتقتل بيتقطع في سفارة سعودية هو بالنسبة له ده مش موضوعه مصر حملة للقمع غير مسبوقة في مصر برضو هو بالنسبة له مش موضوعه إلى آخره إسرائيل كل حلفاء الولايات المتحدة هذه النقطة جديرة بالاهتمام إنه مسألة التعبير عن دعم حقوق الإنسان سيد نصير تفضل شكرا في الحقيقة أتفق مع تحية لك والأستاذ الكريم وأتفق معه في أن فعلا الولايات المتحدة تحاول أن توازن بين مصالح أمريكا وبين الضغط أحيانا بشكل خفيف على الأنظمة الاستبدادية العربية من أجل استمرار هذه الأنظمة الوظيفية بخدمة أهداف معينة للسياسة الخارجية ولكن أختلف مع الضيف الكريم لأنني أرى أن مصلحة أمريكا في الحقيقة هي بالتوقف عن دعم هذه الأنظمة الاستبدادية فالسيد ترام مثلا قال عن السيسي بأنه طاغيتي المفضل وهو يعلم بأن محمد بن سلمان أجرم بقضية الخاشقجي ويعلم بأن هذه الأنظمة إجرامية كما يعلم الجمهوريون والديمقراطيون ولكن يستمرون بسياسة دعم هذه الأنظمة ولكن دعنا نقيم من الذي استفدناه كأمريكيين من دعم هذه الأنظمة عملية السلام متعطلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين هذا أولا ثانيا الحقوق الإنسان في السعودية في الحقيقة تؤثر على ملف تنمية وتطوير السعودية يعني اليوم الشركات تهرب من السعودية بسبب قضية خاشقجي وحقوق الإنسان في مصر لا يوجد علاقات طبيعية بين الولايات المتحدة والشعب المصري بسبب دعم هذا النظام الذي يجرم بحق الناشطين السياسيين والبحرين مثلا البحرين اليوم المنظمات الحقوقية تقول بأنها تطارد المواطنين البحرينيين فما الذي استفدناه كأمريكيين من سياسة دعم الأنظمة الاستبدادية أنا أقول بأنه يجب أن نتوقف عن دعم الأنظمة الاستبدادية لأن هذا في مصلحة الولايات المتحدة ولكن عندما تنظر حتى في الكتابة التي صدر مؤخرا لمذكرات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مسألة أنه الوضع في الشرق الأوسط قد يكون معقد جدا تابعت الذي جرى في مصر بعد حسني مبارك تابعت أيضا الذي جرى في سوريا الذي جرى في ليبيا الذي جرى حتى في السودان مؤخرا أنه هناك عدم استقرار قد يكون ثمن أسوأ من مسألة حقوق الإنسان المجردة أنه تضيع الدول بكاملها ويصبح القتل أمر طبيعي يعني بنفس الإجابة التي قلتها لا يوجد مثلا رابط بين الضغط على إيران واحتواء إيران والتي أعتقد بأنها خطيرة على العرب وعلى أمريكا وعلى إسرائيل وعلى الاستقرار العالمي ولكن هذا ملف منفصل عن إعطاء السيسي ومحمد بن سلمان وأنظمة أخرى التعامل معها على أساس أنها تمثل هذه الشعوب بدل الضغط عليها يعني الأمران منفصلان برأيي يجب الضغط على هذه الأنظمة من أجل التوقف عن انتهاك حقوق الإنسان وهذه الأنظمة أصلا هي لن تخالف الولايات المتحدة في رغبتها باحتواء إيران لأنها مصلحة لهذه الأنظمة لأن إيران تهددها فلا أظن بأن الثمن يستحق من الولايات المتحدة أن تدعم هذه الأنظمة الاستبدادية ماذا تقول في هذا الأمر سيد عز الدين أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستفد من دعم هذه الأنظمة أنا متفق تماما في أنه مقاله ضيفك الكريم أنه يجب على الولايات المتحدة أن تضغط على هذه الأنظمة الاستبدادية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان أكيد أنا مواطن عربي أنا حتى لست مواطن أمريكي وبالتالي مصلحت أنا الشخصية وموقفي وقيمي ولكن أنا لا أريد المقاطع حتى وإن كانت حجة هؤلاء مسألة الإرهاب وجماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي هم لديهم حجة جاهزة دكتور بس دي حاجة قائمة وده من أشياء قديمة جدا من أيام ما اخترعوا مسألة حول الإنسان بقالنا فوق الخمسين سنة نتكلم فيها اللي أنا أعيز أقوله أن المسألة ليس ما أرى أنا أنه يجب أن تفعله الولايات المتحدة المسألة هي ما الذي ستفعله حكومة الولايات المتحدة تحت الضغوط التي تقع تحتها معايا زي يعني المسألة ليس تفضلاتنا الشخصية أو أولوياتنا أنا مسألة أولوية الرئيس الأمريكي اللي بيحكم بالاستناد إلى مجموعات متبينة في المجتمع صناع السلاح واللي بيبيعوا سلاح مش مهتمين إطلاقا بمسألة حول الإنسان معظم الشركات النفط مش مهتمة إطلاقا بمسألة حول الإنسان البنتاجون اللي بيتعاون عسكريا مع النظم الحليفة مش مهتمة بحول الإنسان المكافحة الإرهاب اللي بيتعاون مع الأجهزة الأمنية في الشرق الأوسط مش مهتمة بحول الإنسان قوي مش أصغرين بس مش قوي تمام اللي مهتم من ناس زي كده وزي ضيفك الآخر وجمعات حول الإنسان الناس دي إحنا كلنا قدرتنا على الضغط على الإدارة الأمريكية أقل بكتير من قدرة الآخرين وبالتالي في كل مرة تصطدم هم غالبا بيكتبوا وإحنا بناخد مكاسب رمزي ولكن يعني مش معناه أنه مش هيكون فيه فرق إطلاق ولكن سيد عز الدين فقط ضعني أقف على نقطة مهمة تابعت انتهاكات حقوق الإنسان التي لا حدود لها في سوريا انتهاكات حقوق الإنسان التي أيضا كانت لا حدود لها في عهد عمر البشير كل هذه الأنظمة خضعت لعقوبات أمريكية الولايات المتحدة عاقبتها أخيرا قانون قيصر وأيضا هناك اتهام لأنظمة ودول تنتهك حقوق الإنسان بصورة ممنهجة أنت ذكرت جزءا منها دول أخرى عاقبتها ألمانيا على سبيل المثال أوقفت بيع السلاح للمملكة العربية السعودية كندا أيضا فعلت هل تتوقع أن إدارة بايدن تأخذ هذا في عين الاعتبار تأخذ رأيي الحلفاء أيضا في عين الاعتبار لا نتحدث عن السعودية على وجه التحديد ولكن بشكل عام مفهوم وأشكرك على السؤال لأنه يوضح المسألة الإجراءات التي حضرتك ذكرتها وارد جدا أنه قدرت بايدن تأخذها بمعنى أنه وارد أن يبقى فيه عقوبات على أنواع السلاح وعلى شروط بيع السلاح للحلفاء وارد جدا أنه يكون فيه تقليص للمعونات المقدمة للحلفاء وارد جدا أنك تلاقي إدانات ومواقف أكثر وضوحا من الإدارة الجديدة ضد انتهاكات حقوق الإنسان كل هذا أنا أتوقع أنه يحصل وكل هذا في إطار السياسة الأمريكية التقليدية إذا هو الإنسان أنه هي لا تساند انتهاكات حقوق الإنسان وتقف ضدها ولكن في حدود الولايات المتحدة عمرها ما كانت قادرة على فرض الديمقراطية الولايات المتحدة في كل مرة تعارضت فيها مسألة حول الإنسان مع مصالح مباشرة كما يرىها الرئيس الأمريكي بتأخذ موقف المصالح المباشرة ذكرت سوريا ذكرت مذكرات أوباما أوباما قيمه أولوياته الشخصية مع حول الإنسان ولكن هو قال بوضوح أنا كرئيس علي أن يعني راعي مصالح الولايات المتحدة بشكل عام ومثلا في مسألة البحرين لما بيشرح ليه في البحرين أخذ موقف مخالف لموقفه إذا مصر قال لأنه مصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة تجوب بهذا ده مثال أعتقد أنه بايدن وقدرته سيعملون في نفس هذه الحدود تلاع مهم جدا نصير أيضا في ذات الإطار يعني إلى حد ما ولكن أختلف في جزئية وهي تصوير الولايات المتحدة على أنها محرجة أو غير قادرة على الضغط على هذه الأنظمة وأنها مجبرة على التعامل معها أظن بأن الولايات المتحدة لديها القدرة على الضغط على هذه الأنظمة بشكل كبير كما أن مثلا رأينا سيد ترامب يعني بشكل كبير يناصر إسرائيل ويعطيهم الجولان ويعطيه ويقول بأن من ينتقد المستوطنين هو معادل السامية إذن إذا الولايات المتحدة أرادت أن تضغط على النظام السعودي أو على النظام المصري أو الإيراني يعني هي باستطاعتها أن تضغط وتضع جهد كبير من أجل وقف هذه الأنظمة عن الاستمرار بانتهاك حقوق الإنسان ولكن دعنا نقول بأن لا نتوقع من الولايات المتحدة أن تصبح شرطي العالم ولكن بنفس الوقت أظن بأن هناك مصلحة أمريكية على المدى البعيد أن تنتصر الشعوب بالديمقراطية وأن يكون هناك استقرار يعني هل يوجد استقرار اليوم في السعودية هل هناك استقرار في مصر يعني لا يوجد استقرار هذه نقطة ثانيا يعني عندما تسأل النظام الإيراني لماذا تنتهكون حقوق الإنسان يقولون لك وماذا عن السعودية لماذا تدافع أمريكا عن السعودية ثم تسأل نظام بشار الأسد تقول له يعني أنت مجرم حرب لماذا تفعل ذلك يقول لك وماذا عن جرائم البحرين فهذا هذا هو ندفع ثمن كشعب أمريكي وماذا عن حرب اليمن هو ربما هذا أيضا من الأسئلة الكبيرة والملفات الساخنة التي ستنتظر إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن أشكركم جزيلا نصر العمري الأستاذ الجامعي وعز الدين في شهر الدبلوماسي السابق وأستاذ جامعي أيضا وأتمنى أن أراكم مرة أخرى شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر